أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن تنمية الاقتصاد غاية والأمن والاستقرار وسيلتها والتنمية المستدامة نتاجها وهدفها الأسماء لافتاً سموه إلى أهمية أن يتوازى مع التوجهات التنموية تعاون وثيق على مستوى الدول والمؤسسات الخاصة وبخاصة في القطاعات المالية والمصرفية التي شهدت نجاحاً ملحوظاً سواء في مساهمتها بالمنظومة الاقتصادية أو على صعيد استيعابها للأيدي العاملة الوطنية جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر الإقضابية صباح اليوم رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن العلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتميز به من خصوصية تفتح المجال واسعاً أمام التعاون الثنائي وبخاصة في المجالات المالية والمصرفية لا في تنسموه إلى أن الأبواب دائماً مفتوحة للتعاون المالي والمصرفي مع المملكة العربية السعودية ومع كافة الدول التي تشترك مع البحرين في رغبتها نحو مزيد من التنمية والرخاء الاقتصادي في إطار من المساعي المشتركة لتحقيق المصالح الثنائية وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة زيادة فعالية المصارف والمؤسسات الإسلامية وإسهامها في تنمية الاقتصاد مثنياً سموه في هذا الإطار على جهود السيد صالح كامل في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية كما تطرق اللقاء إلى الموضوعات المتصلة بقطاع المصارف وبخاصة الإسلامية وأهمية الحفاظ على ما حققه من مستويات متقدمة في الأداء والنتائج الإيجابية على كافة الصعد من جانبه أعرب السيد صالح كامل عن تقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أتاحه سموه من أسباب الدعم والإسناد لمجموعة البركة المصرفية حتى باتت البحرين منطلقاً لأعمال المجموعة في المنطقة لافتاً إلى أن مملكة البحرين أصبحت البيئة الحاضنة للأنشطة المالية والمصرفية بفضل ما تتمتع به من أمن واستقرار وحزمة تشريعية وقاعدة اقتصادية راسخة حيث يعكس ذلك كله المنهجية الموفقة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لافتاً إلى أن مملكة البحرين وصلت للريادة في عالم المصارف الإسلامية والصيرفة بشكل عام وسجلت نجاحات كبيرة في هذا القطاع الحيوي ترجمة نانسي قنقر